أعلن وزير وصنع أحمد زغدار اليوم الخميس عن توقيع اتفاقية لتصنيع سيارات من عالم التافيات الإيطالية تبعا لمجمع سيتالانتيس والتي سيتجسد في أقرب الأجهل التقطيع لصحر لونيس أعلن اليوم من مقر وزارة الصناعة أنه سيتم في هذه الأثناء إمضاء اتفاقية إطار بين قطاع الصناعة والمصنع الإيطالي فياتس التابع لمجمع سيلونتيس من أجل إقامة مشروع لتصنيع السيارات السياحية والنفعية الخفيفة بولاية وهران وذلك بعد مشاورات حثيثة تمت مؤخرا بين الأطرفين إن إمضاء هذه الاتفاقية للإطار ما هو إلا لتسيد العلاقات المتميزة التي تجمع بلادنا بإيطاليا كما أكد وزارة الصناعة أنه لن يتم قبول أي استثمار في صناعة السيارات يعتمد على تركيب كل ما هو مستورد مؤكدا على أن هذا المشروع سيتبعه وإطلاق مشاريع أخرى تستجيب إلى نفس مقييس الإدماج والقيمة المضافة على خلق الثروة من خلال إدماج منتوجات محلية الصنع في الصيارات المصنعة لتبلغ في المدى القصير نسب تتوافق واستثمارات الدولة لتوفير المناخ المناسب للمصنع وأنه لن يتم احتماد مشاريع صناعية في هذه الشعبة ما دامت لا تستجيب إلى هذا الشرط الرئيسي الذي وجدنا استجابة قوية عند الشريك الإيطالي لتحقيقه مع الشركة فياتس مما سبق أعلن اليوم هذا ومن جهته أكدار رئيس والمدير العام المجمع ستيلنتيس كارلوس تفاريس بأن هذه الشركة سيتم من خلالها تقديم سيارات ذات جودة وفي متناولة جميع كما سيتم جلب النماذج والمنصات التكنولوجية أيضا بما يخدم قطع التصنيع في الجزائر ، ومنها تفاريس في الجزائر Avec la marque Fiat, nous allons apporter ici à la société algérienne ce que nous avons de meilleur. Ce que nous avons de meilleur pour offrir une mobilité qui soit propre, sûre et abordable. Nous apporterons les modèles, les plateformes, les technologies. Nous avons parfaitement compris quel est l'intérêt du pays. L'intérêt du pays est également le nôtre, c'est-à-dire de converger le plus rapidement possible vers une intégration locale la plus élevée possible en respectant toujours une mobilité qui soit sûre, propre et abordable.